شكرا سيدي الرئيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشكر طبعا موصول إلى الإخوة المنظمين ونرجو أن يكون هذا المؤتمر إضافة فيما سينتهي إليه في عمل معارضة نوعا إن شاء الله نخرج بتوصيات تلبي الحاجات إليها على ضوء الوضع على الساحة الوطنية من الصعب أنه يتطرق الإنسان إلى تقرير بسيوني وهو يعتبره يعني القرآن المنزل تقرير بسيوني عمل إنساني له ما له عليه ما عليه بلا شك نظرنا له بإيجابية لأننا وجدنا فيه يعني وثيقة الإقرار بالانتهاكات التي طالما تم إنكارها من جانب السلطة هذه الانتهاكات لم تكن في خيال المعارضين للنظام ولم تكن في خيال يعني من كانوا يتحدثون عنها من مؤسسات حقوق الإنسان كانت واقعا ملموسا حتى في محاكم البحرين لعلني يعني أتذكر معكم قضايا كثيرة في ما يسمى بحقبة الإصلاح مثل قضية المعامير قضية كرزكان كيف ثبت التعذيب في المحاكم ثم أتت محاكم أعلى لتلغي قرارات البراءة ليقبع مجددا الأبرياء في السجون جمعيات حقوق الإنسان التي تحدثت عن التعذيب في البحرين تحدثت عنه بإسهاب وبالتوثيق ومع ذلك ظلت السلطة تنكره حتى أتى تقرير بسيوني ليعترف به الملك علانية أمام الملأ إذن تقرير بسيوني جاء ليقول هناك فيه انتهاكات موجودة في البحرين لا بد لأي نظام يدعي أنه يسير نحو الديمقراطية أن يتعامل معها يصححها يحاسب المسؤولين عنها ويمنع تكرارها هذا كان هو الغرض طيب كيف تركز جهد الحكومة بعد أن التزمت بتنفيذ توصيات التقرير كيف تركز الجهد في عملية تنفيذ التوصيات حقيقة الجهد تركز في الالتفاف على هذه التوصيات أكثر من أي شيء آخر كما سبقني إلى ذلك المتحدث قبلي أعتقد بأنه إذا ما شئنا أن نتطرق إلى التفاصيل لابد أن نبحث الموضوع على أربع مستويات بمعنى كل توصية تجي القصد منها تخدم أي هدف بأية آلية بمن ومتى أعتقد أن هذه هي النقاط الأربعة التي لابد من التركيز عليها سأستعرض على سبيل المثال توصية 1716 المتعلقة بوحدة التحقيق الخاصة التي أنشأت لتحقق مع المسؤولين كلنا مجموعون على أن لا توجد استقلالية في هذه الوحدة لأنها أنشأت من النيابة العامة طبعا الحكومة استندت لتقول بهذه الاستقلالية إلى رأي خبراء دوليين الخبراء الدوليين هؤلاء يعني المنطق الذي استندوا إليه أنه لأن تقرير بسيوني لم يشير إلى أن النيابة قد تأثرت سمعتها أثناء الأحداث أثناء الشهرين فبراير مارس 2011 يعني لم تتأثر سمعتها في تلك الفترة بأنها مسؤولة عن انتهاكات فلذلك يعتبرون أن النيابة مؤهلة لتستوفي شرط الحيدة وتستوفي شرط الاستقلال طبعا هذا يسقط من الحسابات الدور السلبي والدور يعني الأكثر من سلبي التي تبنت النيابة العامة طوال سنوات سابقة النيابة العامة بأشخاصها بهيكليتها بمسؤوليها إلى اليوم هي ذاتها النيابة العامة التي كانت قبل عشر سنوات موجودة في البحرين شهدت الانتهاكات سكتت عنها بل وساهمت في ترسيخها عبر الاستناد إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب كوسيلة من وسائل إثبات التهم قبل مجموعة من المواطنين التي قدموا للمحاكمة في فترة ما قبل 14 فبراير 2011 إذن تاريخ النيابة العامة يشهد على أنها ليست أبداً جهة مؤتمنة لصون حقوق الإنسان كونها سكتت عن الانتهاكات المرتكبة طوال هذه الفترة ومع ذلك جئ بمجموعة من المستشارين وأنا التقيت بأحدهم في البحرين في زيارة منظمة عن طريق الحكومة جئ بهم هؤلاء المستشارون ليقولوا بأن النيابة العامة أهل ولتولي مهمة التحقيق في الانتهاكات طيب لنقف يعني نقول نحسن النية قد تكون النيابة غيرت من وجهته طبعاً الذي لا يمكن أن يقبل عاقل أنه الإنسان الذي يجبل على شيء لن أقول حتى يجبل الذي يتعوذ على شيء على طريق التعامل على تمرير واستمراء وعدم التصدي بجدية إلى أي من انتهاكات حقوق الإنسان التي تقى أمام عينيه لا يمكنه بين عشية وضحاها أن يكون أول مدافع عن هذه الحقوق لا يستطيع ذلك لذلك لم يكن هناك مفاجأة في أداء وحدة التحقيق الخاصة وحدة التحقيق الخاصة بدأت بعلة عدم الاستقلال وعدم الحيدة وتواصلت بذات العلة تتعامل مع موضوع هو بالتحديد أكبر من حجمها نذهب قليلاً لنرى إن كانت الآلية كافية وإن كانوا الأشخاص مؤهلين وإن كانوا الأشخاص حتى مقبولين بحكم ماضيهم في كيفية التعامل مع حقوق الإنسان وإن كانوا حتى مؤهلين بحكم درجتهم يعني وحدة التحقيق الخاصة من يرأسها؟ يرأسها رئيس نيابة هل مفترض أن رئيس النيابة حتى مسألة حتى نفسية يستطيع أن يحضر وزير ليحقق معه؟ لا يمكن أنت أصلاً هذا رئيس النيابة بحكم حتى تاريخه وأنا لا أفشي سراً لأستاذ نواف حمزة الذي يترأس الآن وحدة التحقيق الخاصة رجل كان المكلف الأول بالتحقيق في قضية الحجيرة قضية الحجيرة من أول القضايا التي أعادت في عهد الإصلاح الباب مفتوحاً على مصرعيه على ممارسات التعذيب هذا هو الشخص الآن على قمة الوحدة المطلوب منها التحقيق في الانتهاكات التي حصلت لذلك كانت النتيجة الطبيعية أنه في الوقت كما تطرق الأخوة في الوقت الذي يدان في المواطنين لأنهم شاركوا في مسيرة غير مختر عنها مثل الأستاذ النبي الرجب يأخذ ستة أشهر على هذه التهمة مضروبة في ثلاثة بعدد القضايا المشكلة ضده يأتي آخرون يعتدون بالضرب داخل الزنازن على المواطنين حتى أزهق أرواحهم ومع ذلك يطلعون بعضهم براءة وبعضهم سنتين وبعضهم يخفضون إلى آخره لن أذهب في التفاصيل النيابة العامة التي تستطيع أن تقدم قضايا تنتهي فيها إلى أحكام شديدة القسوة على المواطنين هي ذاتها النيابة العامة التي تحقق في القضايا وترسل للمحاكمة أعضاء ومنتسبي الجهات الأمنية لنصل إلى أحكام أقل ما يقال عنها أنها مخففة جدا بل أنها تكيف الأفعال وهي أفعال تعذيب يعني جناية يعني جريمة كبرى لتختزلها في عملية جنحة مثل تهمة الاعتذاء على سلامة الجسم الذي لا يفضي إلى تعطل أو إلى آخره بدون ما ندخل في التفاصيل فإذاً نحن نوصل إلى موضوع في غاية الوضوح لا الآلية كافية ليست مستقلة ولا محايدة ولا المكلفين قابلين أن يصلوا مرحلة الفطام من سيطرة السلطة عليهم لأنهم عاشوا كل هذه الفترة يأتمرون بأوامر رؤسائهم ولا يتصور أن يستقلون نأتي إلى موضوع السرعة سأضرب لكم بشديد الإختصار مثل بسيط الأخوان في قضية الرموز كما تعرفون اشتكوا أمام المحاكم الجنائية بعد أن أدينوا مرتين من المحاكم العسكرية مسألة التعذيب الذي تعرضوا له لطالما استخدمت السلطة مسألة أنهم ممكنوا وأعطوا كل واحد ساعة ساعة ونص عشان يتكلمون عن دقائق التفاصيل المتعلقة بعملية التعذيب التي تعرضوا إليها هذا كلام صحيح نحن لا نركه بالمقابل الآن هؤلاء مواطنين مواطنون أتوا أمام القضاء بحضور النيابة وتكلموا بشكل واضح ومفصل ويشير حتى بالأسماء إلى المتورطين في تعذيبهم في بعض الأحيان التعذيب حصل وبعضهم شهده يعني من ضمن الأخوة المعتقلين كانوا شهود على تعذيب تعرض له الآخرون في أسماء حددت أمام المحكمة عن مسؤولين عن هذا التعذيب إذن أنت إذا كنت كجهاز نيابة ووحدة مستقلة وحريصة على محاسبة المسؤولين لماذا لا يبتدي تحريك التحقيق في هذه الشكاوة التي قدمت أمام القضاء كيف بدأ التحقيق أنا أستطيع أن أقول لكم أن شهر نوفمبر يبدو هو الشهر المفضل للتحقيق في هذه القضايا لسبب قد تعرفونها الآن تتوقعون طبعا أنه نوفمبر لأنه نوفمبر لأنه مرور سنة فإذن كشف الحساب لازم يقدم نوفمبر 2011 تقرير بسيوني نوفمبر 2012 بدأت تحقيقات مع الأخوة القادة الرموز والنشطاء كانت لهم تحفظات واضحة على صلاحية النيابة لتولي التحقيق لأسباب عدة ذكرناها عدم الاستقلال إلى جانب طبعا أنه النيابة تمسكت باعترافاتهم يعني أنت يا نيابة رح تجي اتحققي في بطلان دليل أنت استنتت عليه في المحاكمة طيب قيل هذا الكلام من جميع الأخوة أمام المحققين قبل من بعضهم وسجل في المحاضر رفض حتى مجرد تسجيد له في المحاضر منذ ذلك اليوم لا نعرف أي تقدم حصل في هذا الملف إطلاقا ما نعرفه هو أن الأخوان عرضوا على محكمة التمييز فأيدت كل الأحكام ماذا حصل في التحقيق في موضوع التعذيب لا نعرف في هذا الشهر نوفمبر استدعي أحد الإخوة للتحقيق مجددا ليتكرر ذات السيناريو يبدي تحفظه فينتهي التحقيق عند هذا الحد نتذكر الأستاذ عبد النبي سلمان وهو يستعرض علينا قبل شوية قال بأنه من ضمن ما انتهت إليه لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني بما معناه يعاد تقييم طريقة التعامل مع السلطات البحرينية نظرا وبالقياس إلى مدى سرعة التزامها بالتنفيذ لاحظوا نحن نتكلم عن تعذيب والتعذيب في جزء كبير مننا جسدي ومرور الزمن يؤثر سلبا على إثبات هذا التعذيب ووحدة التحقيق الخاصة ماشية بأقل من مهلها تفتح المحضر التعذيب طبعا حصل أغلب في مارس 2011 تفتح محضر التحقيق بعدها بسنة ولأسباب إجرائية ما تبتدي في التحقيق لأسباب يعني راجعة إليها ترجع عقب سنة ثانية تفتح التحقيق أنا أعتقد يعني بأي عين وبأي درجة من درجات الحياء أو اللاحياء ممكن أن نقول بأنه التزموا بمحددات الدولية لفعالية أي جهة تحقيق فيما يتعلق بحالة قضية الرموز وقضية الرموز طبعا إنما هي مثل وتنطبق على الجميع أنا أعتقد بأنه وإن كان التقرير كما قلت لم يغطي مساحات مهمة يعني تتذكرون أول ما تلقفنا تقرير بسيوني وقرأنا شعرنا في بعض مواطن عند قراءته بالارتياح أخيرا جاء أحد مثلا إحنا المحامين أخيرا جاء أحد قال بأنه إجراءات القابض باطلة أخيرا جاء أحد قال إنه في احترافات تحت التعذيب إحنا بالنسبة لنا النتيجة اللازمة لمثل هكذا تقريرات إنه المحاكمة باطلة ومع ذلك سكت تقرير بسيوني واكتفى بأنه يلتزم يلزم إعادة النظر في هذه الأحكام طبقا للمعايير الدولية وكان أجدر به أن يقول ينبغي إلغاء جميع هذه الأحكام والبدء بتحقيقات جديدة لأنه حتى التحقيقات كانت باطلة لأنها مبنية على إجراءات باطلة على كل حال أنا أعتقد بأنه الجهد والمال الذي بذل من الحكومة على مدى سنتين للالتفاف على نتائج وتوصيات تقرير بسيوني هذا الجهد مرشح لأن يتواصل في الفترة القادمة ما لم يقف المجتمع الدولي وقفة صادقة وشجاعة حيال هذا الملف يعني أدعو من كل قلبي أن يكون تقرير مثل تقرير مجلس العموم البريطاني بداية لهذه الموجة من يعني التعامل المنصف مع الشعب البحريني في هذه النقطة وهذا يجرنا إلى الآتي بأن الآليات الموجودة بالأشخاص المتولين عليها الآن لن تكون كافية أبدا ولن تحقق أبدا أي من الأهداف التي من أجلها خرجت توصيات حتى لو جلسنا بعد عشر سنين من اليوم سيكون الوضح هو ذات ما لم يتخذ المجتمع الدولي موقف يبدأ بالرقابة الحقيقية على تنفيذ هذه التوصيات عبر آلية تحترم السيادة التي مصدرها السلطات مصدرها الشعب بطبيعة الحال لذلك كل تعامل صحيح مع الجانب الملف الحقوقي في البحرين يأتي عبر إصلاح الملف السياسي شكرا لحسن أصغاكم